السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية. احنا لحتى الان عملنا مرحلة ومشينا مشوار في اللعبة تبعتنا. لكن طلبة لسه لحتى الان بيسألوني كيف طلبة التصميم. كيف بدي اربط الكود البرمجي. الكود البرمج زي الملفات اللي عندي هان في اللعبة تبعتي. لحتى الان عندهم اشكالية في الكلام هذا. خلينا انا اعيد الشرح كمان مرة بخصوص كيف ربط الكود مع اللعبة تبعتي. انا في عندي في المرحلة هذا او في الورد اللي انا فيها. اي في عندي لاعب. اي في عندي لاعب. اللاعب هذا عليه كود انا راح اشير الكود اللي عليه. اي remove component. الان معلوش كود اللاعب. علشان اضيف الكود اللي عندي انا راح اعطيك ملف كود مكتوهي موجود هنا. راح تمسكه وتسحب لي اياه. تمسكه من برا يعني زي هيك مسلا. اي ملف اللي عندي تمسك وتسحب ليها. الان نضاف الملف عندي. علشان تيجي تعمل الكود تبعك لازم تشيك على شغلتين. اول شي الملف اللي انا اضفته هو هذا لانه موجود عندي واحد زيه مسبقا فهو حط رقم اتنين. يعني انا اللي اضفته على سطح المكتب كان اسمه player controller واحد. لكن هو تلقائيا حول اسمه اتنين. هادي مشكلة بنواجهها احيانا ليش? لانه لو انت فتحت الكود اللي عندنا. لازم كلينا نفتح نشوف بس. لازم يبقى اسم يعني السطر هذا. السطر هذا. لازم تبقى الكلمة هادي بالزبط زي اسم الكود اللي عندي. زي اسم الملف اللي عندي. هل في الحالة هادي اسم الملف نفس اسم الملف? لا. وبالتالي غلط مش رح يشتغل الكود تبعي ابدا. لازم اجي عند هانا. واعدل هادي الاثنين او واعدل هادي الواحد. بس في الحالة تبعتي انا قريدي في عندي واحد فراح اعدل هادي الاثنين. واحفظ. file save. اوكي. راح اجاند control s هيك احفظ الشغل. لما نصير الاسم هذا نفس اللي ها ما عنديش مشكلة. وهو الاشكالية ان انا من حاله احيانا بعيد تسمية الملف. او بحط اللي قدام واحد اتنين تلاتة. فبصير اسم ملف مختلف عن اسم الكلاس فما بشتغلش. لازم لما نواجه مشكلة في في الكود. اول اشي اطلع على اسم الملف هو نفس اسم الكلاس. اذا اه فيش مشاكل. احنا بخير. كل اللي بدي اياه علشان اربط الملف هذا باللاعب تبعي الملف الجديد. ملف الكود باللاعب تبعي. اعلم على اللاعب. كل بساطة بكل بساطة بكل بساطة امسك الكود ورميه في المنطقة هذه. هيك نحط. خلصت انا. هاي الكود اللي عندي. ايه موجود هنا. وارتبط باللاعب. طب واحد يجي يقول لي ممكن ما يشتغلش. ممكن يشتغل. خلينا اجرب. هاي اللاعب بمشي وبرجع واجري بتحرك وفيش مشاكل عندي. ارتبط يعني. طب في احيانا تفاصيل بدنا نعرفه. اه فيه تفاصيل. ممكن ما يمشيش معك الوضع زي هيك. ليش? قال لك روح الانيماتور. انا وانا بحلق عشان نشوف اكتر. وانا اللاعب هو بمشي. طلع على اجرين اللاعب بمشوا اجرين اللاعب. وبرجعوا. ليش بمشوا اجرين اللاعب? لان انا عمل له انيماتور. في الانيماتور اللي هانا. حاطت اسماء عشان نخليه مرة يمشي ومرة ما يمشيش. الاسماء هذه لازم تبقى بالزبط زي ما هي موجودة في الكود. افتح الكود كمان مرة. وتأكد انه الاسماء هذه مطابقة للاسماء الموجودة في الكود. وينها وينها وينها. انا مش عارف وين. بس اكيد في حاجة اسمها سيت بول. اذا كان دول صحة وغلط. او سيت اشي وهي اسم متغير. از ووك باك. از ووك باك. لو حرف تلع كابتل. حرف تلع سمول. بختلفوا عن بعض. معناته بيش متساوين. معناته بقدر اشي يعرف. لازم هذا يبقى زي هذا بالزبط. منفع تنسخه وتلصقه. از ووك هي از ووك لازم يجو زي بعض. اذا في الانيميت لازم ازا بدا اصلا اتأكد من الانيميت صحة ولا غلط. راح ادور على ست بول او ست انت انتيجر. واتأكد انه الاسم اللي الاسم اللي هان اللي بين علامات تنصيصها دول باللون الأحمر. هو مطابق للليهان. اذا صار الكلام هذا معناته الامور مشت خلص انا ما عنديش مشكلة. ها ضايل في اشي اه ضايل في حاجة واحدة تانية. لو انا اجيت للكود مثلا اللي في الباب. انا في عندي في الباب تبعي. كود. طبعا انا رحت للباب لانه ابسط من اللاعب. اللاعب في كتير تعقيدات. الباب بسيط جدا. وينك يا كود اللي انه على الباب تبعي. هاي الدور كونترولر. الان هذه المنطقة احيانا ما بتبقاش موجودة. نيجي للدور. افتح يا دور كونترولر. اتاكد نفسه ونفسه. افتحوا. الان في طريقتين لربط البرنامج. ربط الكود. طريقة الاولى عشان اربط المتغيرات الفي الكود. انه يبقى في عندي هان متغير اسمه بابليك. متغير هذا لما نبقى اسمه بابليك. وحاجة اسمها جيم اوبجكت اللي بقى اسمها بليار بابليك. بغض النظر ايش الموجود هنا. بابليك وبليار راح الاقي المتغير هذا موجود عندي في اللعبة. تعالي شوف. اعلم على الباب. تبعت. تبعنا. وروح للمتغير. هاي بليار موجود. البليار موجود. مين البليار هذا? انا قصد اللاعب. طب انه لاعب عشان اربط الكلمة هادي. في اللعبة تبعت بمسك اللاعب ذات نفسه هيك. وانا معلم على الباب. بعلم على الباب. وبمسك بالزر العادي للموس واسحبه وبحطه هان. فهم هو انه المتغير هذا مين المقصود فيه? اللاعب تبعي. علشان هو راح يتحكم في اللاعب. طيب نافذ. تعالي نشوف. راح نلاقي انه الباب مفيش على المتغير تبعيه هذا. ها كيف الطريقة التانية? الطريقة التانية انه هو في الكود راح يكتب الكلام هذا. راح يقول له حاجة اسم هيكة. game object dot find ويحط بين الجسين فاصلة منقوطة وهان النقطين. علامات تنصيص. player. وهانا يقول له player هذا. control copy. control v بيديو ساوي. هذا الكود هو بنها ساوي نفس اللي هناك. نفس التوا كان مكتوب هنا. لكن هنا هو بده ييجي الفرق في الطريقة هادي. انه بده يجي يطلع بيقول لك. هل find يعني دور. دور على حاجة اسمها بليار. هل في حاجة اسمها بليار هانا? اذا لقاها بتعامل معها كأنه المتغير هذا هو البليار. في حاجة عنا اسمها البليار ما فيش شي. شرح يلاقى. هاش الموجود عندي? بليار بريف. فلازم يبقى اللاعب هذا اسمه بالظبط زي الاسم اللي هنا. فهو بليار بريف. هيك بمشي الوضع. هيك بتعطي النتائج ممتازة. هاد الطريقة. او الطريقة اللي قبل تنتمي المتساويات. بعطوا نفس النتائج بالظبط. لكن الواضح انه الطريقة الاولانية اسهل. ايش يعني? يعني ان انا مكتوبش الكودة ده زي هيك. واروح هانا واكتب بس كلمة public او تبقى مكتوبة جاهزة. بس انا عشان افهم وين بدي احط المتغيرات تبعتي. ازا كان هنا في public معناته المتغير تبعي اللاعب تبعي. ايا ان يكون مدى اتحكم فيه. راح الاقيه برا اعمل حفظ. وتعالى اعلم على الباب. راح تلاقيه هاي موجود. بسألك وين اللاعب تسحبه انت وبتحطه له اياه. بس خلص بربط. ففي الكود اللي عندي هنا لو جيت ارجعت للولد انا عندي. مشان اتول حطيت عليه بليارتو هاد الكود. هنا في عندي كابشيت حاجة بدي اعرفها. بقولك الرشاش تبعك. وين الرشاش? بفتحها. انا بدور على الرشاش. وينك يا الرشاش? اي جان ماشين. امسك الجان ماشين حطه كلها. اي خلصنا من الجان ماشين. ربطت المتغير اللي في الكود تبعي. افتح الكود كمان مرة. اي. في متغير اسمه هانا. بي ماشي الكودة طويل هانا. في متغير اسمه جان ماشين. المتغير هادا بدلا ما اعمله فويند وشوفش شو اسمه اتأكد لا. انا كتب اسمه وطبعا نوعه هنا. راح اجي بلاقي قدامي لما انا اعلم على لبليار. وكل اللي بعمله اني بسحبه جوا. مين فيه كمان حاجة تانية. بوليت فرونت بوزيشن لو جيت هنا. انا طبعا حافظهم عارف وين. بوليت فرونت بوزيشن او بوليت بوزيشن او بوليت فرونت بوليت. هادي لهادي. مش لازم تقول اسماته طابقة بس الاسمات معنوية نفس الحاجة. فيه مسلا قان فاير. وينك يا قان فاير. المهم. المتغيرة هدول كلهم بتتعبوا. فيه جزء ممكن يتعبى من هنا. وفيه جزء ممكن يتعبى من هنا. زي مسلا خلينا اشوف البوليت تبعتي بوليت فرونت. هادي المتغير هادي من ها بدي اعبيه. وينك يا بوليت فرونت هادي. فهادي بتيجي على البوليت فرونت. فهادي امكانياتها اعلى. ليش? لان انا ممكن اعبي الخيارات تبعتي من اللايف اوبجيكت او ممكن من البريفاب او الملفات اللي اريد موجودة عندي من ها. فهادي الخيارات تبعتها ها. هيك انا بربط الكود. عمليا ربط الكود سهل. امسك العلم عن المتغير وامسك الملف وحطه جوه ها. بيجي الكود. فيش مشاكل برتبط مع بعض. ضايل اتأكد ان الخيارات اللي تحت هادي او الخيارات اللي عندي هادي هي خيارات صحيح. وكل اسم مرتبط بما يكافؤ. ويعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.